وتحكي قصة راعي الغنم عن رجل أبكم لا يتكلم يدخل كهف غريب وهناك يشرب ماء يجعل منه رجلا خارقا فماذا حدث ياترى وها هي تفاصيل القصة ذات مرة كان هناك راعي يدعى حسام وكان يعيش في إحدى القرى وكان رجلا أبكم لا يتكلم وفي يوم ما وبينما كان يأخذ قطيع الأغنام للرعي في الغابة فقد حملا صغيرا من القطيع أثناء البحث عن هذا الحمل وصل حسان إلى كهف مغلقا بصخرة ضخمة ولكن كان هناك ثقب يمكن من خلاله أن يدخل أي رجل إلى الكهف عفر حسان على آثار أقدام الحمل الصغير أمام هذا الكهف وظن أنه يمكن أن يكون بالداخل لذلك ذهب إلى داخل هذا الكهف وهناك رأى شيئا غريبا داخل هذا الكهف وأوجس خيفة منه حيث أنه عفر على هيكل عمي لشخص كان يقف وهو يتأمر على صخرة ضخمة في منتصف الكهف وبجانبه جرة من الماء اعتقد حسان أن هذا الرجل قد لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء التأمل وفي ذلك الوقت كان حسان يشع بالعطف لذلك شرب الماء الخاص للشخص الميت دون أن يفكر بأي شيء ثم نظر من حوله ووجد أن الحمل الصغير كان يقف في زاوية ذلك الكهف أخذ حمل الصغير وخرج من الكهف وبينما كان يمشي نحو القطيع علقت شوكة في قدمه فصح من الآلم قائلا أمي حينها علموا الراعي أنه أصبح قادرا على التكلم حينها شعر بالسعادة وراح يقفز من الفرح ولكن بعد الوصول إلى القطيع وجد أن ذيل الحمل قد تم قصه ثم انتم قائلا كم سيكون جميلا لو اختفت ديون جميع الأغنام تماما مثل خروفي الصغير بعدها وصل حسان إلى المنزل في وقت متأخر من المساء وفي الصباح وجد أن ذيول الأغنام قد اختفت وتفاجأ من ذلك حينها فهم أنه ليس فقط أصبح قادرا على الكلام فحسب بل لديه أيضا قوة خاصة تجعل كلماته تحدث بالفعل بعدها علم الجميع في القرية أن حسان الذي كان رجلا أبكن أصبح يتكلم الآن من ولديه قوة خاصة تجعل كلماته تحدث أيضا وبعد ذلك جاء الرعاة في القرية وقال له بكل حزن سيكون من أفضل أن تعيد ذيول الفراف من سيشتريها وهي بهذا الشكل وستكون الفراف حينها دون قيمة حينها استخدم حسان قوة كلماته وجعل كل للأغنام تستعيد ذيولها وفي يوم من أيام عندما كان يحمي قطيع الأغنام في الغابة هاجمه أربعة لصوص شعر حسان بالخوف وقال إذا كنتم تريدون سرقتي خذوا هذا القطيع وتركوني أنا لست رجلا عاديا وسيلحقكم الضرر عند سماع ذلك بدأ اللصوص يضحكون بصوت عالي وفي نفس الوقت قف زامر كبير من بين الشجيرات وأخذ واحدة من أغنام ثم صرخ حسان قائلا أترك النعجة متأيها النمر وعلى الفور سقط النمر الكبير على الأرض وماته عندما رؤية ذلك ركض النصوص هاربين من هناك في ذلك الوقت فكر حسان في قطيعه من الأغنام ثم قال بحزن كم سيكون جميلا لو أن أغنام يولدت على شكل نمر لم يدرأ أي حيوان على مهاجمته وستخافهم جميع الحيوانات وعلى الفور تحولت جميع الخراف إلى نهور ثم أخذهم حسان إلى المدينة وهناك بدأ جميع الناس يصرخون خائفين عند رؤية حسان وخرافه التي تحولت إلى نهور ولكن عندما كان الأشبال تصدر أصوات مثل صوت الأغنام فوجئ هؤلاء الناس جاء وزير الملك لمعرفة هذه المعجزة ونادى حسان وسأله من أنت ثم قال له حسان أيها الوزير قد أكون أي شخص ولكنني يمكن حول هذه النمور إلى أسود حينها حول النمور إلى أسود بالفعل وعند رؤية ذلك اعتقى الوزير أن حسان لديه قوة خفية ثم أخذه الوزير إلى الملك وشرح له كل شيء وطلب منه أن يعينه مستشارا فوافق الملك على ذلك بعدها قال الوزير للملك سرا وحدثه عن قوة حسان السحرية فقال له حسان رجل عادي لكنه يتمتع بقوة خاصة ليس ذكي أنخى لاستخدام هذه القوة سيكون مصدرا للخطر إذا حصل أعداؤنا عليه يمكننا أن نستفيد منه ونفع على أي شيء نريد بذلك لما كننا أن نتفوق على أعدوائنا ثم رتب الوزير غرفة لحسان وقدم له ما طاب من الطعام تدريجيا أكمل الملك عدة صعقات ملكية مستحيلة من خلاله وتغلب الملك على الخوف من الأعداء وفي أحد الأيام كان أحد للحراس في غرفته يتحدث إليه وفي الوقت نفسه كانت تسير أمام تلك الغرفة ذكر له الحارس سيرة الأميرة وعند رؤيتها أراد حسان زواج منها وفي اليوم التالي قابل الملك وأبدى رغبته بالزواج من أميرة عند الاستماع إلى ذلك تفاجأ الملك وقال هذا من دواعي سروري أنت رجل قوي للغاية وسأكون محفوظا بذلك ولكن الآن هيا حان وقت الغداء دعنا نتناول الطعام ثم جايس حسان بجانب الملك على طاولة الطعام وأكل بعض الطعام وعلى الفور أصيب حسان بالدوار وسقط من علي الكرسي حينها فهموا أن الملك قد خلط الصم في طعامه وأخذ يتدحرج على الأرض هنا وهناك بسبب الألم ثم قال لقد وقعت في مشكلة كبيرة كم سيكون جميلا لو أنني أعيش كرجل أخرس وأخذ قطيع الأغنام للرعية في كل يوم في قرية وبمجرد أن تمنى ذلك عاد إلى قريته كرجل أخرس يرعى الغلم